في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملبسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة وبالفحص تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أي بلغات في هذا الشأن وبالاستعانة بتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط هؤلاء الصبية وعددهم 13 طالبا أعمرهم تتروح بين 13 إلى 15 عاما كانوا متواجدين بالمنطقة الأسرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر المبارك وأفادوا بأنهم حال مشاهداتهم لسائحتين حاولوا التحدث والتقاط الصور معهما وإن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش كما تبين أن أحد المرشدين السياحيين قام بتصوير ونشر المقطع المشور إليه على جروب خاص بالمرشدين السياحيين على الواتساب وقام مرشد آخر بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة